والنكثر من الصدقات والبر والإنفاق ورد في الحديث أن المرأة تحت ظل صدقته يعني الصدقة كالمظلة لما بتتصدق مثل إذا أنت جبت بهالمطر شمسية وحطيته فوق رأسك فالمطر بدل ما ينزل على رأسك بينزل على هذه المظلة ويذهب جانبا وكذلك لو وضعت هذه المظلة في الشمس بدل أن تنزل هذه الشمس على رأسك مباشرة في صيبك منها الأذى أيضا تتفرق على هذه المظلة وتقيق هذه المظلة هذه الشرور الصدقة كالمظلة لأن النبي هكذا يقول المرء تحت ظل صدقته يعني بتصير مثل المظلة تماما فوقك إذا نزل البلاء يتفرق عنك ويذهب فلنكثر من الصدقات نكثر من التبرعات خصوصا في هذا الوقت عندنا إخوة متضررون عندنا إخوة منكوبون عندنا إخوة أصابهم البلاء والهلع والخوف والضر والأذى والمرض بدأ لجوء إلى الله وبدأ هروع إلى الصدقة هذه الصدقة التي تقي مصارع السوء كما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تقي مصارع السوء فبدنا نكثر من الصدقات يعني اليوم ما في عذر لأحد عنده شيء يقدمه بقصر اللي عنده المال لازم يقدم المال اللي عنده الجهد لازم يقدم الجهد اللي عنده أي شيء يقدر يقدمه لأخواننا لازم يري الله من نفسه خيرا والحمد لله رأينا مظاهر جميلة رائعة تعبر عن محبة هذا الشعب وتعبر عن هذه الروح الجميلة الوطنية العالية المحبة لله وللرسول التي كانت كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة اشتركوا في القناة